بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد مازلنا في رحاب سورة الجن ووصلنا إلى قول الله تعالى حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا هذه الآية العظيمة جاءت بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يخبر أنه لا يملك ضرا ولا رشدا ولن يجيره من الله أحد إن خرج عما أراد الله له ولن يجيره إلا أن يبلغ ما أرسل به إلى الناس جميعا إلى الإنس والجن والذي سيقف في طريق هذه الدعوة فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا قال حتى إذا رأوا ما يوعدون هنا حتى إذا رأوا ما يوعدون أي أنه حتى إذا رأى الجن والإنس ما يوعدون من عذاب الآخرة أو على من قال من عذاب الدنيا من القتل والسبي الذي سيكون في بدر فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عدد هل المؤمنون هم الذين سيخذلون أم أهل الكفر والضلال هم الذين سيكون نصيبهم الخذلان والخسارة ولذلك قال فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عدد ربما البعض يقول هذه حتى التي فيها معنى الغاية أي غاية جاءت في لفظة حتى إذا رأوا ما يوعدون هذه الغاية مقدرة على ماذا فمنهم من قال على أنه تعود كما ذكر ذلك الإمام الرازي قال وفيها وجهان إما أنها تعود على محذوف أو تعود إلى قول الله تعالى كادوا يكونون عليه لبدأ لما تواطأ الأهل الكفر والإشراك والضلال على النبي عليه الصلاة والسلام في منع دعوته ومحاربة أنصاره واضطهادهم وتعذيبهم وغير ذلك لما كانوا عليه كادوا يكونون عليه لبدأ أنهم هذا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيرون هذا تجمعهم الذي تجمعوا له في الشر على النبي عليه الصلاة والسلام كيف سيكون هذا وبالا عليهم عندما يعني يوقع الله ما قدره عليهم من عذاب الآخرة أو عذاب الدنيا لأنهم كانوا دائما يعني يستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين وقالوا أيضا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب فكانوا يستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام لتأخر العذاب وغرهم الإمهال والاستدراج الذي أمدهم الله به فغرهم هذا حتى يعني تمادوا على النبي عليه الصلاة والسلام ويعني ذكروا هذه الأقاويل للنبي عليه الصلاة والسلام لكن الله توعدهم أنهم هذا الوعد آت وأن الموعد الذي يعني يثرون منه أنه آت لا شك وأن العذاب واقع بهم كما قال سأل سائل بعذاب واقع الكافرين ليس له دافع وآيات كثيرة جاءت على يعني تحديد الكافرين الذين كانوا يستهزئون بتأخر نزول العذاب عليهم يعني وهذا كما حصل مع نوح عليه السلام أيضا عندما قال لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارأ أي أن حلم الله عليكم بتأخير العذاب لا يدفعكم هذا إلى استعجال العذاب والاستهزاء بأمر الله الذي جئت به فإن الله حليم ستار حليم قادر على أنه يعني ينزل العذاب متى شاء ولكن لا ينزله إلا بقدر معلوم ووقت معلوم حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى وعلى حكمته قال حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون هذه فسيعلمون يعني فيها معنى الاستقبال أنه علمهم بهذا الأمر سيكون فيما بعد لأنه حقيقة يعني كفار قريش ما كان في ظنهم أبدا أنهم سيهزمون ويخذلون ويحصل لهم ما حصل في معركة بدر أو ما سيقع لهم مع النبي عليه الصلاة والسلام قال فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا أضعف ناصرا الضعف الضعف والضعيف قالوا الضعف والضعيف وهو فيه معنى إما يكون يعني في الأصل كما قال الإمام الرامب قال والضعف يستعمل في البدن والحال والنفس في النفس والبدن والحال تستعمل الضعف ومنهم ما قال أنهما لغتان الضعف والضعف نعم وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي قال بل الضعف يكون في البدن والضعف يكون في الرأي والعقل ولذلك حتى الخلاف الذي جاء أو ما جاء فيه القرآن مرة قال وله ذرية ضعافا ومرة قال ضعفاء فمنهم من حمل على جمع ومنهم حمل على جمع آخر على معنى آخر فهنا سيعلمون من هو أضعف ناصرا من هو أقل ناصرا والناصر النصر هو العون والناصر والنصير هو المعين وقيل حتى سمي النصار نصار على أقوال منهم من قال على أنهم إما كانوا أنهم من قرية تسمى ناصرة وقيل إما أنه مأخوذ من قول الله تعالى كما قال الحواري من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله و نصر أرض بني فلان إذا مطروا كأن المطر هي نصرة للأرض كأنه على هذا المعنى من أضعف ناصرا من الذي سيأتيه أقل عونا وأقل إمدادا و مساعدة وأقل عددا والعدد هو الأحاد المركبة كما يقول أهل اللغة والعد هو ضم العدد إلى مثله ضم الشيء إلى مثله من العدد يسمى عدا أما العدد هو الأحاد المركبة نعم أي أنهم سيعلمون من سيكون له الغلبة و من تكون له القوة و من يكون في أقل عدد وأقل نصرة وأضعف ناصرا وأقل عددا كما ذكر الله سبحانه وتعالى ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام على أنه قضية أنه هذا الذي يوعدون به قلنا إما نحمله على عذاب الآخرة أو يحمل على عذاب الدنيا و بالخصوص ما حصل للمشركين كما ذكرنا قال قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا أي أنا لا أدري متى سيقع هذا الأمر و متى ستأتي الساعة أو متى سيأتي العذاب إذا خذناها على الأمرين قل إن أدري أقريب ما توعدون أي أنا لا أدري أقريب ما وعدكم الله به و يحل عليكم عذابه أم هو أمر بعيد هذا أمر أنا لا أعرفه و لذلك لما جاء جبريل عليه السلام في هيئة الأعرابي الذي جاء الشديد بياض الثياب شديد سواد الشعر و دخل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له متى الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم متى الساعة ابن كثير يذكر يقول أنه ما يشاع بين الناس وهذا كنا نسمعه حتى نحن صغار صغار على أنه يعني ولا تؤلفان و غير ذلك أنه ما يتمر ألفين سنة و إلا وتقع الساعة و غير ذلك أو أن النبي لا يؤلف وهو تحت الأرض أي لا يمر عليه ألف سنة و إحتحت الأرض يقول هذا لا أصلا له و هو غير موجود في كتب الحديث نعم قضية الساعة هذه و متى الساعة هذه لا يعلم يعلمها أحد و لكن عادة يعني النبي عليه الصلاة والسلام علمنا حكمة من بعض الأمور الغيبية التي كثير من الناس عندما يسأل مثلا علامة الساعة الكبرى و الصغرى و هل وقعت هذه العلامات أم لم تقع نقول له ماذا يعني ماذا تريد من علامات الساعة أنت النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل هذا العربي و ماذا النبي بصوت جهوري فقال جهوري فقال متى الساعة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له و ما عددت لها ايش عددت لساعة تعد ساعة عن الساعة قال والله ما عددت يعني كثير صلاة ولا صيام أي أنه يؤدي الفرائض و ربما السنن لكنه ليس عنده هذا القيام الليل الكثير و غير ذلك من العبادات الزائدة لكنه قائم بالفرائض قال له ما عددت لها قال ما عددت لها شيء كثير قال و لكني ماذا هذا العربي قال لكني أحب الله و رسوله و قال يحشر المرء المرء مع من يحب قال أنس قال ما فرحنا بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث يعني بهذا الحديث كان له فرحة عظيمة أن يحشر الإنسان مع من يحب و الصحابة رضو الله تعالى عليهم كان لهم حب شديد جدا بالنبي عليه الصلاة والسلام فأسعد الناس هو الذي سيكون أكثر محبة للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث آخر أنه أقربكم مني مجلسا يوم القيامة و بيّن أنه من الذي سيكون له الحضوة والقربة في المجلس في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام والقربة من النبي عليه الصلاة والسلام و ذكرت أحاديث كثيرة قد جمعها العلماء وتكلموا أنه ما هي الأشياء التي تقرب من النبي عليه الصلاة والسلام من يوم القيامة حسن الخلوق الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الكثيرة نفع الأمة و غير ذلك من الرواة الكثيرة جاءت في بياني أن القرب من النبي عليه الصلاة والسلام إنما يستوجب هذه الأعمال العظيمة الطيبة هنا أيضا قضية الساعة من مات فقط قامت قيامته لذلك الإنسان عليه أن يتفكر ماذا يقدم للساعة ماذا يقدم للآخرة كل إنسان عندما يموت تقوم قيامته ما الداعي لبعض الناس أنه يفكر متى ستخرج الشمس من المشرق ومتى من المغرب ومتى سيكون خسف كذا ومتى يكون ظهور الدجال أو الدابة نقول له أنج سعد فقد هلك سعيد كما قال الحجاج لأهل الكوفة قال أجعل أن أحدكم يقول أنج سعد فقد هلك سعيد نقول أنج بنفسك الآن أنت لا تنظر إلى قضية أحداث الساعة وقيام الساعة لأن هذا أمر ربما لا يكون في وقتك أو لا يكون في وقت أولادك لكن الله أعلم متى سيكون وموضوع الساعة وعلم الساعة من الأمور الغيبية التي اختص الله سبحانه وتعالى بها نفسه فلم يطلعها على أحد ذكر ابن تيمية في المجموع سؤالا جميلا قال على أنه القلم الذي أمره الله أن يكتب مقادير الخلائق إلى قيام الساعة قال ألم يطلع ذلك القلم على موعد قيام الساعة قضية موعد قيام الساعة واطلاع البعض لذلك الإمام الطبري عندما يذكر الحديث يقول ثم ختم الله على فم القلم ختم الله على فم القلم حتى لا يعني يبوح بمتى الساعة أو لا يعلم متى الساعة لذلك موضوع الغيب سنفصل فيه إن شاء الله في حلقات قادمة لكن ابتداء موضوع الغيب موضوع عظيم ومهم جدا ويحتاج إلى بعض التفصيل للتفرقة في قضية أنه يعني كيف نفهم لفظة الغيب كما سنت عند قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا نعم قل إن أدري قريب أي أنه ما وعدتكم به وأنذرتكم به أسيقع قريبا ما توعدون ما توعدكم الله به أم يجعل له ربي أمدا أم يجعل له الله سبحانه وتعالى مدة من الزمان طويلة ونحن قلنا في الحلقة الماضية أن هناك يعني فرق بين الأمد والأبد فالأبد هي المدة الممتدة من الزمان التي لا تتجزأ وقلنا هي اعتبار امتدات كامل أما الأمد فهي المدة الممتدة من الزمان ولكن لها غاية يعني لها غاية معينة فتكون بمعنى الأمد وإن كانت ربما تكون الغاية معلومة أو مجهولة كما ذكر ذلك أيضا الراغب في لفظة الأمد لكن يبقى أنه الأمد قال الإمام الآلوسي قال والأمد فيه معنى البعد قال لأنه جاء مقابلة بماذا أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا أن يجعل له بعدا فكأنه الأمد فيه معنى البعد قال ابن عاشور قال والأمد قد يستعمل في الأماكن ثم استعمل في الزمان باختلاف الأبد فهو مستعمل في الزمان ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما سابق الخيل قال جعل أمدها إلى ثنية الودع يعني الغاية التي تسابق بها الخيل فكأن الأمد يستعمل أيضا في الأماكن كما ذكر ذلك ابن عاشور أم يجعل له ربي أمدا نعم وجاءت كلمة الأمد في آيات كثيرة ولذلك يعني إحنا قلنا حتى في الآية التي سبقت عندما قلنا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا أيضا جاءت الآية الشبيهة لها في سورة مريم الآية 75 أيضا يعني جاءت على معنى أنه الله سبحانه وتعالى سيختبر حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة يعني إما سيكون هناك العذاب الدنيا أو الساعة التي قلنا أنه العلماء قالوا عن هذه الآية في قضية ما يوعدون العذاب الدنيا وعذاب الآخرة أيضا جاء ما يبينها في سورة مريم نعم قال أم يجعل له ربي أمدا وقال بعض أهل اللغة قالوا أنه الأمد يختلف عن الزمان فالأمد باعتبار الغاية والزمان باعتبار المبدأ والغاية يعني زمان كذا يعني من بدايته إلى نهايته أما عندما تقول أمد الأمد كذا فتريد الغاية والنهاية من التفريق وهذا يعني ما ذكره أيضا أبو هلال العسكري وذكره أيضا يعني الراغب الإمام الراغب أيضا ذكر الفرق في قضية الأمد والزمان نعم قال أم يجعل له ربي أمدا قضية أنه يعني في قول الله تعالى عندما ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة سيدنا موسى قال وإن ساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى خفاء الساعة كان له حكمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى حيث أخفى الساعة ولم يطلع عليها أحدا من خلقه لأنه معرفة الساعة يعني هو امتحان للعباد لأنه عندما أخفى الله علينا آجالنا وأخفى علينا المدة التي سنعيشها في الأرض إنما كان هذه الحكمة عظيمة أراد الله بها لنا خيرا أولا حتى الإنسان يعني لو علم متى ستكون الساعة ربما يعني يطول به الأمل في الدنيا لأنه يقول الموت سأموت وأنا عمري ثمانين سنة إذن هذه السبعين سنة كلها ممكن أكون فيها في شهوات وملذات ثم قبل الموت بأيام أو بأشهر أتوب وأستقيم نقول حتى هذا الأمر يعني طبيعي لا يمكن لكن على افتراض جدلا على من قال هذا من أهل الجهل من قال يعني أنه لو كان الأمر هكذا لفعلته كذا نقول له أيضا أنه الله سبحانه وتعالى لن يوفق ولن يسر أمر الإنسان إلا إذا ما قدم خيرا قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنوسره للوسرة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنوسره للعسرة لذلك قضية معرفة أجل الإنسان ومتى سيقع عليه بعض العذاب أو بعض الأقدار التي أخفها الله عنه إنما كانت لحكمة حتى يعني يختبر الله سبحانه وتعالى عباده وهو أعلم بهم بين مؤمنهم وكافرهم من آمن عن محبة لله سبحانه وتعالى ورضى بأمره ومن آمن خوفا يعني من العذاب أو طمعا في شيء من ملذات الدنيا فهذه كلها يعني البعض كالمنافقين كانوا ربما يخرجون مع النبي طمعا في الغنيمة فإذا رأوا أنه هناك يعني لا غنيمة ربما ينسحبون ويلودون ثرارة لأنهم يعلمون أنه لا غنيمة فأنهم يخرجون من أجل الدنيا نعم يذكر في ذلك قصة لطيفة يقولون أنه رجل كان يسب الشيطان يسب إبليس في اليوم ألف مرة فقال له بعض أصحابه ما لك ولإبليس أترك إبليس أنت لك التسبيح وكذا فيقول لا لو وجدت إبليس لا فعلت به كذا وعملت كذا وكذا وكذا يقول يعني يوم الأيام كان جالس فإذا برجل أمامه فقال له أنا إبليس يعني أنت دائما تتوعد إبليس وأنا إبليس الآن أمامك فقال له افعل ما تشاء ها أنا أمامك يقول فقام فأخذ يضربه ضربا شديدا ويؤذيه إذاء شديدا ولكن إبليس ماذا قال له قال لولا أني أعلم أنك ستعيش إلى مئة سنة أخرى لا قتلتك الآن ولكن أمامنا وقت طويل فإنك ستعيش بعد مئة سنة والحساب نتحاسب فيما بعد من الأيام القابلة قال ثم ذهب إبليس ورجع هذا الرجل الصالح ثم جاءه الشيطان فوسوس له أنه أنت أمامك مئة سنة بعد كما ذكر لك إبليس أنه أمامك مئة سنة ولولا المئة سنة لضربك وآذاك ولكن يعلم أنه أمامك مئة سنة فتركك إذن أنت لماذا لست مجبرا على هذه العبادة وهذا الضيق وهذه الشدة في العبادة وقد كان لك من عمرك بعد مئة سنة وما زال يغليه بذلك حتى أفسده وحتى أغراه بالمعاصي لأنه علم في ظنه أنه سيعيش مئة سنة أخرى ثم يعني مات على المعصية وهذه وإن ذكرها أهل الوعظ والإرشاد في رقائقهم وفي كلماتهم وقصصهم لكن المراد منها وحقيقة العبرة بمسألة أن الإنسان يعني يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل فالموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل لذلك العبد عليه أن لا يغتر بقضية طول الأمل ولا يدري يعني عندما ينام ويستيقظ هل سيكون له يوم آخر أم لا وذلك عندما يستيقظ الإنسان مننا يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور لأن هذا نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى قال فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا في ذلك اليوم العصيب إن أخذناه على الدنيا فالغنيمة والنصر للمؤمنين ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون بنصر الله وإن أخذناه على المعنى البعيد على يوم القيامة يوم تسود وجوه وتبيض وجوه فذلك هو يعني ما سيراه المؤمنون من النصر نصر الله سبحانه وتعالى لهم كما قال هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون هل جازاهم الله سبحانه وتعالى على عملهم واستهزائهم بالمؤمنين نعم قال أم يجعل له ربي أم لا يجعل له وقتا معينا بعيدا نعم قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا هذا الإخفاء الذي أخفاه الله سبحانه وتعالى للساعة والإخفاء لنزول العذاب وما يقع بهم يعني هذا إخفاء أخفاه الله عن الخلق لكن دعونا نفصل قليلا أما بنسبة للعذاب الدنيا ما يقع من العذاب وقتل ويوم بدر فلا شك أن النبي كان عالما بما سيقع للكافرين من يوم بدر وهذا ما يشهد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما نزل قول الله سيهزم الجمع يولون الدبر قال قلت أي جمع هذا يعني أحدنا ما يستطيع أن يأمن على نفسه في مكة فأي جمع هذا الذي سيهزم قال فلما كانت معركة بدر رأيت النبي يتتبع أدبار المشركين ويقول سيهزم الجمع يولون الدبر فعلمت أن تلك الآية في تفسير هذا الموطن وكان بين الآية تلك وبين هذا الموطن يعني سنوات طوال يعني منهم بعض فسرين قالوا 6 سنوات منهم قال 8 سنوات بينما نزول سورة القمر وبينما وقع في معركة بدر أما ونحن لا نقول أن النبي يعلم هذه الأشياء لذاته لا بما أعلمه الله كما سنبين في قضية الفرق في قضية عالم الغيب أو علم الغيب والظهور على الغيب والاطلاع على الغيب فهذه الأشياء أو هذه الألفاظ والمصطلحات القرآنية يجب على يعني من أراد أن يفهم دقة القرآن في التعبير بهذه الألفاظ دون غيرها يجب عليه أن يعلم ما معناها على الدقة وهذا إن شاء الله نحاول التفصيل فيه في الدرس القادم إلى ذلك الموعد إن شاء الله نستودعكم على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته